سياسات مترددة وافتقار واضح إلى أي اهتمام حقيقي بالصراع الدائر بين قوى عديدة على الأرض السورية هكذا وصف تقرير مجموعة دراسة سوريا موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القضية السورية صحيفة الإيكونوميست البريطانية نقلت عن التقرير الصادر عن مجموعة العمل التي شكلها الكونغرس أن غياب الدور الأمريكي في سوريا ترك الساحة مفتوحة أمام كل من روسيا وإيران لبسط نفوذهما على مجمل المشهد السوري ومثل دعما لقوات نظام الأسد التي أوشكت على السيطرة على معاقل المعارضة وإن وصف التقرير سيطرة النظام خارج دمشق بالهشة حيث تنتشر الجريمة وهيمنة أمراء الحرب ويحذر تقرير الكونغرس من أن استمرار إدارة ترامب في التغاضي عن تطورات الصراع السوري وسماحها للنظام بمواصلة ضغطه الهائل على محافظة إدلب سيتسبب في نزوح فيضان من اللاجئين ما يضاعف ما يعد بالفعل واحدة من أسوأ أزمات اللاجئين في العالم منذ الحرب العالمية الثانية وبينما أكد ترامب سابقا أن الأمر انتهى في سوريا بالنسبة إليه بعد هزيمة تنظيم الدولة وأنه ليس ثمة شيء ليفعله هناك يؤكد تقرير الكونغرس أن بذور صراع جديد لا تزال كامنة في الأراضي السورية على الرغم من السيطرة الظاهرية لقوات النظام على أكثر مناطق البلاد فالسجون المتهالكة التي تضم آلاف المقاتلين في المناطق التي بالكاد تخضع لقوات الأسد ربما تكون منبعا لتمرد جديد كما أن الميليشيات الكردية التي تعد بمثابة حليف محلي لواشنطن أبدت تشددا كبيرا في مناطق السكان العرب التي سيطرت عليها ما قد يتسبب بارتفاع حدة التوتر العرقي بين العرب الصاخطين في تلك المناطق ويخلص التقرير إلى أن سياسات ترامب دفعت حلفاء أمريكا إلى التحوط ومحاولة تأمين مصالحهم دون اعتماد حصري عليها الأمر الذي سيكون له في المستقبل تداعيات خطيرة على توازنات القوة في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر